كتير مننا ما يعرفش الدور الكبير جداً اللي قامت بيه الصحابيات عشان يوصل لنا الدين بالشكل المتكامل ده الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات عشان كده فكرنا نقدم لكم برنامج قصة وقدوة هن النساء عطروا الحيات هنتكلم فيه عن بعض النساء اللي كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن إزاي كانوا بيربوا أولادهم إزاي خر رجل نجيل من العلماء اللي استفادت الدنيا كلها بعلمهم إزاي كانوا بيستقبلوا تعاليم الدين من النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوها لنا بالشكل الجميل المتكامل ده إزاي كانوا أكبر سند وداعم أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأم انتظروني في برنامج قصة وقدوة على قناة فرسان التحدي قصة وقدوة حفصة عبدالقادر المرأة الحرة أغلى بنا الضروة من يؤذها مرة لم يفهم الآيات ترجمة نانسي قنقر